أبدأ معك أبو فارس يعني قواعد هامة تنظيمات جديدة للحد من ديون الأندية كيف ترى هذه التنظيمات هل هي من السهل تطبيقها أو رح تواجه الأندية صعوبة في تطبيق هذه القواعد أنا يعني اللي قاعدة شوفها قدامي هذا كنت أطالب فيه من زمان لأن الكرة الثلج أصبحت أصبحت كبيرة جدا وستأثر على كرة القدم في السعودية بشكل عام سواء كان دوليا سواء كان محليا نحن الآن قاعدين نشوف مشاكل الأندية ديون الأندية في الفيفا وذكرت في مؤتمر عادل عزة أن علينا ستين قضية وهذا شيء كبير يعني شيء كبير هذه في فيفا غير المشاكل المحلية يمكن تطلع مية مئة اللي في غرفة فضل المنازعات اللي في الشكاوي اللي في هذه فكان يجب أن تتدخل الهيئة لضبط الأمور المالية البعض قد يعتبروا تدخل الهيئة أنا أقول هذا تدخل إيجابي ومطلوب لمصلحة الرياضة بشكل عام في النهاية الأندية مملوكة للدولة وهذه سمعة بلد التعريف الأول أولاً أنت كنت تسألني قبل تحت الهوى فرق بين أولاً وخامساً الأول هو تعريف النادي المتعثر التعريف من هو النادي المتعثر؟ بس كان في الفقرة ألف يقول لك الأندية الخمسة الأولى ثمانين مليون ريال يعتبرون الأندية الخمسة الأولى إذا صارت دونها ثمانين مليون فأكثر هذه معناتها بالتعريف نادي متعثر يعني كل نادي أو عليه دين ثمانين مليون ريال فأكثر يعتبر نادي متعثر أها أوكي لكن المنع يكون في الأربعين يعني أكثر من أربعين مليون ريال يمنع يمنع نجينا نتكلم عن الأندية اللي من المركز الأول وحتى السادس نعم لكن هناك تعرض بين رقم خمسة ورقم سبعة كيف يمنع يعني يجب على كل نادي حتى يسمح له التسجيل يجب أن يخفض 20% عن إجمال الديون للموسم الرياضي 2016 يعني الموسم هذا الموسم هذا يعني مثلا نهاية الموسم هذا أنا عندي أنا كنادي مثلا كان عندك ديون في 2016 200 مليون تخفضها 20% حتى يسمح لك التسجيل 160 مليون فما أدر أن يحتاج تفسير بين الفقرة السابعة والفقرة الخامسة الفقرة الخامسة تقول نادي حتى المركز الأربعين مليون إذا عليه متوسط في الأربع سنوات الماضية أربعين مليون طيب إذا كان متوسطي 60 مليون ما يسجل والعام الماضي خفضتها 20% فأنا أتمنى من الهيئة أن يضحون بين خمسة وسبعة يعني ما هي واضحة لك ما هي واضحة بالنسبة لي كيف تسمح لي بالتسجيل إذا أنا خفضت ديوني عن 20% عن 2016 في نفس الوقت تمنعني أسجل إذا ديوني فوق أربعين مليون بس أنا اللي أعرفه أن إذا كان ديونك أكثر من 40 مليون ما رح تسجل حتى لو خفضت 20% طيب لا يعني ما هي واضحة لأن حطينا فقر رئيسية ما قال حتى إذا حطينا فقر رئيسية طيب